مكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وليد تبسة من تفكيك شبكة إجرامية جهوية تنشط عبر الحدود الشرقية في مجال سرقة المركبات وتهريبها نحو دولة مجاورة حيث تم في هذا الإطار توقيف ستة أشخاص واسترجاع ثلاث مركبات محل سرقة ليتم بناء على ذلك وبالتنصيق مع النيابة المختصة فتح تحقيق في القضية إلى غاية تقديم المتورطين أمام العدالة